طيب خلينا نروح لصديقي العزيز ياسر الشنواني من انجلترا الحقيقة ياسر واحد من الناس القريبين جدا مننا ومن كثير من ومحل الفني الحقيقة وبيتكلم في كرة القدم وياسر برضو من اللعبة للعبة منتخب مصر والشخصيات القريب جدا من محمد صلاح والنيني وتريزيجي ومن كل اللعبين المصريين اللي موجودين الحقيقة في انجلترا خلينا نتطمم منه عن خصوصا بعد التقلق الشديد لمحمد صلاح النهاردة في مباراته الهامة جدا أمام تشيلسي اللي لسه منتهية منذ قليل ياسر أخبارك ايه؟ زكا إسلام عمل ايه حبيبي زكا إنت حبيبي وحشني جدا والله انت اللي وحشني جدا وشكرا جزيلا يعني على المقدمة الجميلة دي تستحقها سعيد ان اكون في قناة النادي الاهلي ويشرفني طبعا وجدك انت بتقول ان ياسر الحبيبي وده انت حبيبي من زمان من زمان من زمان من 30 سنة مش عايزين نكمبر بعد بس من 30 35 سنة يعني أنا اكبر انت لست سبير يا ستان فانا اكبر كتير ربنا اديك الصحة حبيبي ربنا اديك الصحة ياسر ياسر النهاردة محمد صلاح الحقيقة بيواصل الحقيقة الاعجاز اللي هو بيعمله احنا بنعتبر اللي بيعمله محمد صلاح ده اعجاز ايه الأخبار في انجلترا بيتقال ايه بعد التعادل المخيب للأمال بالنسبة ليفر بول وبالنسبة لتشيلسي أيضا ولكن بالنسبة لنا احنا كمصريين مش فارق معنا التعادل قد بفارق معنا ان محمد صراح جاب جون وجون رائع جدا الحقيقة بالضبط يعني هي انا بتفق معاك ان فعلا ان احنا بيبنى اهم حاجة ان احنا صلاح يتقلق لان احنا عايزين صلاح يتقلق وخصوصا في الفترة دي ليه لان احنا دفلين على مصابقة على كاس الأم الأفريقية وعايزين صلاح يرجع مصر نفسياته مسترياحة ويكون هادي ومشاء الله عليه يقدم تقلق في كاس الأم بخصوصا ان احنا ان شاء الله بإذن الله يكون كاس الأم من نصبنا وخصوصا بعد اللي حصل في المباراة الأخيرة وصلاح اهضر ضرب الجزاء لكن دي ما اثرتش عليه والحمد لله شفنا النهاردة بيقدر اداء رائع اداء لا مش رائع اكثر من رائع واحرز هدف طعب ان حد يعني بلغة الكرة كده لا ياسر وكان هيجيب التاني كمان ايه التاني ده كان يبقى حاجة بس هو مندي التاني ده لكن لازم ياخد جلد بوشكاش يعني لو كان جيه لكن مندي تقلق فيها لكن صلاح ما شاء الله عليه بيقدر اداء كويس جدا حتى لو احنا عملنا مقارنة دايما الناس بتعمل مقارنة بين صلاح وماني احنا شايفين دلوقتي ماني حتى النهاردة يعني بقراء كل المحلين ان ماني ما عملش حاجة غير احراز الهدف لكن صلاح ما شاء الله احراز الهدف تحرك عن يحرز الهدف عالمي لانكازه مندي لكن ما شاء الله صلاح بيقدر اداء رائع وان شاء الله بإذن الله برضو زي ما نقول ان كل ده بيصبوا في صحة منتخة مصر ان يرجع المنتخب بنفسها مستراحة وان شاء الله يقدر اداء رائع مع زمنائه في كاسة الامر الافريقية ياسر الحديث عن تأثر ليفر بول بمحمد صلاح خلال فترة امر افريقيا هل في حديث عن هذا الامر خلال الفترة اللي جاية هو خلاص من بكرة اعتقد هم سافر النهاردة ان شاء الله بإذن الله وبكر الصبح بدري ان شاء الله بإذن الله هو ترزيجي ان شاء الله يوصلوا بالسلامة واني وصل الحمد لله مبارح برضو بالليل طبعا كل الحديث على صلاح يعني كل الناس اللي بتتكلم على ان هل هيبقى فيه تأثير للعيبة الافرقة في البريمير ليج على ابتعدهم بخصوص مشاركتهم وكاسة الامر الافريقية فكله بيتكلم عن صلاح يعني أنا شاك ان ما فيش اي تأثير سلبي على اي نادي هيأثر غير تأثير صلاح لان احنا شاكين كل اللعيبة بأرقامهم بالإحصائات اللي بيعملوها بكل بالأهداف اللي بيحرزوها بالأداء اللي بيعملوها لكن صلاح هو أعلى نسبة أعلى إحصائيات أعلى أرقام ففي خياب صلاح عن ليفربول هيبلي تأثير طبعا سلبي جدا جدا عن ليفربول لكن احنا اللي يهمنا ايه ان صلاح يبقى موجود معانا ويؤدي أداء كويس وان شاء الله يكون سبب مكتبنا لكاسبهم الأسرطية طيب عودة تريزيجية أيضا للمشاركة مع أستون فيلا أعتقد شيء رأى علينا كمصريين ودود الأفعال في إنجلترا عن هذا الأمر إيه طبعا كله مبسوط لأن كل الناس هنا بتحب تريزيجية جدا وكله واسق في تريزيجية إنه هو العيد كبير جدا لكن هو طبعا كل حاجة بإيد ربنا الإصابة اللي جات للتريزيجية في شهر إبريل اللي فات والنهاردة تريزيجية أي أول مشاركة ليه النهاردة هو كان شارك في مباراة مع فريق الريديس وأحرز هدف أستون فيلا لكن النهاردة المباراة اللي كانت ضد برينتفورد رغم اللي هما يعني السوق الحظ اللي هما خسروا اثنين واحد لكن تريزيجية أدى وان شاء الله بإذن الله تكون بداية العودة تريزيجية لكن تريزيجية ما شاء الله راجع وراجع بقوة وأهم حاجة إن تريزيجية من الشخصيات اللي عندها عظيمة وإصرار كبيرة جدا وعنده ثقة في ربنا كبيرة وعنده ثقة في نفسه ما شاء الله لكن السؤال هنا بعد الرجوع من الإصابة يا ياسر يعني حيسيب الفرقة إن شاء الله نتمنى أنها تفضل لغاية يوم 6 فبراير يعني إن شاء الله لكن هل حيسيب الفرقة فترة طويل هذا سيؤثر عليه بقى على الجانب الآخر من ناحية أستون فيلا يعني لا ما أعتقدش أنه حيأثر عليه تأثير تلب لأن جيرارد وصف في ترزيجية وبتكلم عنه كلام كويس جدا وترزيجية لست رجع من الإصابة لكن هو دلوقتي أهم أن هو يبقى المشاركة بتاعتي فالمشاركة مع كاس الأمة الأفلقية ستبقى تعتبر إعداد ليه قوي جدا فإن شاء الله بإذن الله يؤدي أداء كويس ويثبت للناس أنه رجع بقوة ويرجع إن شاء الله لفرقته ويلعب أساسي إن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله محمد والترزيجية حيوصلوا على المعسكر على طول آه إن شاء الله بإذن الله وإنني وصل وإنني وصل وإنني برضو شارك مبارح في المباركة مباراة رائعة برضو بين أرسنل ومن سيتي لكن برضو زي ما شفنا من سيتي في الديئة 94 أعرز هدف الفوز وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق ليهم إن شاء الله والدوري كده باص الدوري الإنجليزي الدوري كده يعني هل منشستر سيدي خات الدوري خلاص هو لا هو طبعا كان كل الناس مستنية النتيجة أكتر نتيجة كان مستنية من سيتي إن هم يتعادلوا وتحققوا يعني ما كانش حد يتوقع من سيتي لو كان بيعمل يعني بروجرام للبريمير ليج ما كانش حامل مشاهمش كده إن ليبربول يخسر المباراة اللي فاتت إن شيلتي يتعادل وبعدين يجي يحصل النهارده شيلتي وليبربول يتعادل هما الاثنين مع بعض فدي كله بيصبح بمصطحة من سيتي لكن أنا شايف إن برضو البريمير ليج ما يتضمنش فيه حاجة لإنه ده أقوى دوري في العالم وإحنا شفنا كان ليبربول كان متقدم بهدفين لغاية ديئة أربعين وديئة ألموس ديئة أربعين شفنا إن تشيلتي تعادل اثنين اثنين وكان ممكن قبل مشروط الأول ينتهي كان ممكن يحرز أهدافتان لكن أنا شايف أن البريمير ليج مالوش يعني مالوش كبير فلسه برضو المشوار كبير وأنا شايف إن من سيتي دلوقتي كل الناس بتتكلم إن نقول من سيتي خلاص أخذ الدوري لكن لسه ليبربول وشيلتي أكيد حيرجعوا بقوة نتمنى لك كل التوفيق يا يسر أنا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم محمد النهاردة محمد صلاح عمل شغل رائع جدا جدا مع نادي ليبربول فيه مباراة صعبة جدا كان نفسينا طبعا يعني يكون هناك أي حد يعني كان نفسينا طبعا ليبربول يكسب ولكن في النهاية التعادل ده كان أفضل نتيجة بالنسبة لمانشستر سيتي واللي شاف مباراة ليبربول وتشيلسي يعني يعني بعض التعليقات أو بعض الكوميكس اللي كانت موجودة على على صفحات التواصل الاجتماعي الحقيقة كل مواقع التواصل الاجتماعي كلمت على إن اللي شاف المباراة تعب أكتر من اللعبة اللي كانت بتلعب المباراة ده دليل على قوة المباراة وقوة اللاعبين وقوة الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة يا رب محمد صلاح يكون فايق لما هو قادم مع منتخبنا الوطني لأن الكل يريد أن يصل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية ويفوز بطولة الأمم الإفريقية لتضاف نجمة أمن إن شاء الله لمنتخبنا الوطني خلال البطولة الحالية وإن شاء الله بعدها يبقى لكل حدث حديث